موسيقى خضر الله أيامكم وعمالكم مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من بالأخضر عبر شاشة سين بي سي عربية أنا اسمي محمد عبد الرحمن لا يمكنني إطلاقا أن أنسى غلاف العدد الأخير من مجلة ديرش بيجل الألمانية الغلاف واضح وصريح مقسوم إلى قسمين قسم معتم وكئيب وكريه فيه نماذج لصناعات ملوثة للبيئة كصناعة البيترو كيمويات كصناعة الإسمنت هذه الصناعات التي تدمر البيئة الجزء الثاني من الغلاف منعش وأخضر فيه صناعات كده زي صناعات التكنولوجيا المتقدمة كصناعة الاتصالات مثلا صناعات لا تلوث البيئة لكن قيمتها المضافة كبيرة جدا قلبوا صفحات ديرش بيجل وستكتشفون أن هناك مؤامرة مؤامرة بكل معنى الكلمة لنقل الصناعات الملوثة للبيئة للعالم الثالث وخصوصا العالم العربي محرر ديرش بيجل يقول أن الدول الفقيرة وتحديدا الدول العربية تود أن تلحق بالثورة الصناعية طيب خلوها تلحق بالثورة الصناعية صدروا لها كل المصانع التي تلوث البيئة مصانع البيترو كيمويات ومصانع الإسمنت لكن الصناعات التي لا تلوث البيئة الصناعات التي تجعل ألمانيا وتجعل أوروبا وأمريكا واليابان دول خضراء الواحد يقدر يتنفس فيها يعني أبقوها في هذه الدول لا تصدروها إلى العالم الثالث ولا إلى العالم العربي المصيبة أن هذه المؤامرة نحن طرف متآمر فيها كل الحكومات العربية تسعى جاهدة بل أحيانا تقبل الأياد لنقل هذه الصناعات الملوثة إلى الأراضي العربية وتسأل المسؤول العربي من دول تقول له لماذا تكثفون صناعات الإسمنت والبيترو كيمويات في الأراضي العربية يقول لك عشان نخلق فرص عمل عشان نتقدم عشان نزدهر لكن البيئة لا دور لها في تفكيره ولا في حديثه مصيبة هذه المؤامرة التي كشفت عنها ديرش بيجل لنقل الصناعات الملوثة إلى العالم العربي وإلى العالم الفقير عموما أن هذه المؤامرة نحن أطراف متآمرون فيها نحن نتآمر على أنفسنا كمان خمسين ستين سنة كده لما الواحد يعوز يشم هواء نقي يبقى يسافر ألمانيا بقى إن شاء الله إلى الأخبار الخضراء اتفقت مجموعة سينوفيل الصينية لطاقة الرياح ومجموعة آغاؤغلو التركية للإنشاءات اتفقت على بناء مزرعة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في تركيا بقدرة 600 ميجاوات ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية العام 2015 وسيأتي التمويل من البنك الصيني للتنمية ويأتي الاتفاق بين سينوفيل وأغاؤغلو ضمن ستة اتفاقات معظمها استثمارات في الطاقة تم توقعها خلال زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للصين وهي تفوق مليارات الدولارات قالت شركة روايا الفيليبس للإلكترونيات إنها نجحت في إحراز تقدم كبير ببرنامجها الخاص للابتكارات الصديقة للبيئة والاستدامة والذي يضع ويحدد أهداف أداء الاستدامة حتى نهاية العام 2015 وأعلنت الشركة أن مبيعاتها من المنتجات الصديقة للبيئة مثلت نسبة 39% من إجمالي مبيعات العام 2011 وأنها ستنظيف الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفها المرجو والمتمتل في حصول منتجات فيليبس الخضراء أعلى ما نسبته 50% من إجمالي مبيعاتها وذلك بحلول العام 2015 وسجل قطاع الرعاية الصحية أعلى معدلات نمو مبيعات المنتجات الصديقة للبيئة بنسبة 25% فيما قام قطاع الإضاءة في فيليبس بتقديم أكثر من 4000 منتج جديد صديق للبيئة خلال العام 2011 زميلاتنا وديانة أبو جلالة أجرت حوارا مع السيد مؤيد الفارسي المدير العام لشركة إي كويت للبيترو كيمويات الراجل قال أن معدلات تدوير البلاستيك في العالم كله تصل إلى 15% لكن في العالم العربي 1% أو 2% بالكتير ليه؟ لأن العالم العربي مش مهتم يدفن البلاستيك في الأرض فيتحول إلى مواد سامة حكاية التدوير دي ليست في بالنا حتى الآن صدقوني سندفع ثمنا باهظا لإهمالنا هذا الله بشكل عام في العالم تدوير البلاستيك وعادة تدوير البلاستيك نسبتها قليلة ما تجاوز 15% في أحسن الأحوال إذا عكسناها على منطقة الخليج نتكلم على أرقام جدا بسيطة 1-2% اللي قاعدة تدويرها خاصة في مجال البلاستيك ونحن في الجي بي سي اي نحث على تطوير نظم معالجة النفايات بشكل عام اللي مضمنها البلاستيك في أكثر من بروبوزل موجود على الطاولة منها أن يضاف مواد تحطم البلاستيك إلى العناصر الأساسية وهذه الأعمالية للأسف تدمر قيمة للبلاستيك فهدفنا أن نشجع الميكانيكا للبلاستيك في المنطقة ذكرت أن الأرقام متواضعة في العالم وفي منطقة الخليج ما هو سبب تواضع هذه الأرقام؟ ما هو سبب عدم الاهتمام بإعادة تدوير البلاستيك؟ والله المسألة الأساسية هي رخص البدائل البديل الموجود عندنا في المنطقة وبشكل عام في العالم وهو دفن النفايات فإلى أن الأراضي توصل أسعارها أعلى تكلفتها أعلى إلا أن يصير عندنا أورنس يصير عندنا أن البلاستيك مادة قيمة ولازم نعيد تدويرها حالياً تذهب إلى الشوبينغ سنتر أو السوبر ماركت تشتري الأغراض يحطون لك بداء الكيس يحطون لك أربع كياس لأنها لا تشتريها كوس على السور بس ما أنا وإنتي لما نروح نشتري ما نحس بقيمتها إلى أن تصير لها قيمة مثل في أوروبا أو في أمريكا روح تشتري أي شيء يحاسب على الكيس فالناس يصير عندهم وعي كل شيء لا قيمة الناس تحافظ عليه ما هو التأثير البيئي السلبي لوجود المواد البلاستيكية وانتشارها في البيئة بشكل عام؟ والله بشكل عام لما نتكلم عن البلاستيك بشكل خاص وهو نتكلم عن النفايات بشكل عام أنه أول شيء منظر غير حضاري أن تشوف النفايات في مدن المتطورة الإنفراستركشل الموجودة البنى التحتية وتشوفه كياس البلاستيك أنا عندي فيلم ممكن أن أوريت شيئا بعدين أنا في الدور الثامن مكتبي وشفت عزيلا شكيس بالأزبالة على مستوى الأفق مالي يعني على الدور الثامن طاير عندنا عندنا أغبار بالكويت والهمور هذه أو شيء أنا غير حضارية تدخل في الفودشين لذا استهلكتها الحيوانات تدخل في مصادر الماء عملية إعادة تدوير سليمة وشاملة تحلت هذه المشكلة من أعماقها بعد الفاصل مشاهدي الكرام سأدعو المصريين للنزول مرة أخرى إلى ميدان التحرير والهتاف الشعب يريد بيئة نظيفة الشعب يريد إسقاط مدمري البيئة